الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بشهر رمضان الأكرم والذي أكرمنا بليلة فضيلة مباركة إنها ليلة القدر والتي خلد سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه العزيز فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هذه الليلة المباركة لماذا عظمها الله تعالى ولماذا سماها ليلة القدر لأن قدرها عظيم وشأنها كبير وأيضا لأن العبادة فيها تحتمل أجرا وتوابا مضاعفا وقيل لأن فيها تقدر أقدار الخلائق في هذه الليلة المباركة الله عز وجل يكتب على عباده الأقدار للعام القادم من صحة ومرض من غينا وفقر من نجاح ورسوب من عزة وذلة ومن حياة أو موت الكل يكتب في هذه الليلة المباركة ربنا عز وجل أكرمها لماذا؟ لأن فيها وقع حدث عظيم وجليل وهو نزول القرآن الكريم من السماء إلى الأرض في هذه الليلة أمر الله تعالى جبرايل عليه السلام بأن يأخذ نسخة من اللوح المحفوظ لهو القرآن العظيم ونزل به إلى بيت العزة لهو في السماء الدنيا نزل به دفع واحدة ثم بدأ بعد ذلك ينزله على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متفرقا منجما بحسب الوقائع والأحداث هذه الليلة المباركة ربنا عز وجل يقول إنا أنزلناه فيها تعظيم بمعنى أن القرآن الكريم هو المحتفى به نحن نصوم ونقوم الليل احتفاءا بنزول القرآن الكريم وكان أول ما نزل هو خمس صور من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق هذه الليلة المباركة سبب منحها للأمة الإسلامية هو أن الأمم السابقة كانوا يعمرون كثيرا كان الرجل يعمر خمسمائة سنة ألف سنة يقال بأن فرعون عاش ثلاثمائة سنة ونوح عليه السلام لبت في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وهكذا دواليك لكن أعمار الأمة الإسلامية ضيقة بين الستين والسبعين وقليل من يتجاوز ذلك ربنا عز وجل أعطنا هذه النعمة وهذا الفضل فقلنا ليلة القدر خير من ألف شهر ألف شهر هو ثلاثة وثمانين سنة يعني أفضل بكثير من ثلاثة وثمانين سنة حسبوها العلماء قل لك إلا عاش تغير تقريب ثلاثين سنة وكل ليلة في رمضان تقوم ليلة القدر غير يكون عمرك أزيد من ستلاف سنة أنت عمرك ستنعام لكن تبعت عند الله يوم القيامة وعمرك تجاوز ستلاف سنة بمعنى أن أعمار أمة الأمة الإسلامية غير تكون هي الأطول والأكرم والأبرك هذه الليلة ما يقع فيها ربنا عز وجل يأمر جبريل لوكت أمين الملائكة وأمين الوحي وقائد الملائكة جبريل عنده سبعمية جناح وكل جناح يمثل السلطة وجناح واحد لو ضرب به هذا الكوكب الأرضي لا سرى ترابة ينزل سيدنا جبريل في كابة من الملائكة أي في جماعة من الملائكة الملائكة أطهار نورانيين لماذا ينزلون؟ لكي يسلموا ويدعوا ويباركوا لكل من كان ذاكرا لله قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو قائما كل من كان في عبادة إلا ويسلمون عليه ويدعون له ويباركون له في هذه الأيام المعظمة هذه الليلة متى هي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يالله كان غير يخبرنا أين هي هذه الليلة فادخلوا عنده وحده الصحابة وبدأ يحتقان كلك يقول حقي حقي فدخل بينهم الشيطان وغاضبا فإذا بالنبي الكريم قال نسيتها الله تعالى سلبا منه ولم يعرف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما بعد الصحابة ألحوا عليه يا رسول الله أي ليلة في رمضان فقال لهم إلتمسوها في العشر الأواخر من رمضان فبدأ الصحابة يجتهدون في العشر الأواخر كلها الوترية والشفعية إلى أن جاء يوم أمنا عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله دلني عليها فقال لها إلتمسوها في العشر الوترية من رمضان هي الواحد والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتسع والعشرين لكن لماذا الناس يقومون بالسابع والعشرين لماذا يقال بأن عبدالله بن عمر رضي الله عنه جو صحابة أشفروا أمنامية تعاقبت فيما بينهم فأخبروا بها النبي الكريم قالوا رأيناها ليلة السابع والعشرين قال هي تلك وقيل بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في لحظة مع النبي فقال لا إلا علها السابع والعشرين وسيدنا أبي بن كعب الحافظ للقرآن الكريم أقرأكم للقرآن أبي قال والله إني لا أعلم أي ليلة هي إنها ليلة السابع والعشرين شمسها تطلع لا شعاع فيها فالعلم قال هناك علامات لهذه الليلة المباركة أولها مكيق الشمسها الغدله ما كتكونش في شعاع حار وما كتكونش في الرياح ولا قواصف ولا عواصف وكتكون في السكينة والطمأنينة في القلوب والأرواح والناس كيشعروا بنشاط زائد في غير أيام رمضان ووحدة النورانية تشع في هذه الليلة بسبب النور دي الملائكة هنا أمنا عائشة قتله يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها قال قو فيها اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني ماذا يستحب في هذه الليلة الإنسان ديك الليلة عدنا تكون إن شاء الله نهل إتنين أشغالي للإنسان ديك الليلة إن أسق بعد العصر إن أسق شوية ياخد طاقة دياله يشبع من النوم باش يستعد للقيام من اللي يفطر ياخد فطور خفيف يستحب أن يستحم ويلبس أجوة تياب ويتعطر ثم يبكر للمسجد أثناء العشاء غد يرقى المؤمنين والمؤمنات سبقوه للجامع آنا داك غد يبدأ بذكر الله أجمل شيء نبدأ بالاستغفار مئة مرة لأن الاستغفار الله عز وجل يزيل عنك الصدق لكن في القلوب بعد ذلك أبدأ بالصلاة على النبي مئة مرة لاش؟ باش أعطيك الله الحلاوة دي العبادة اللي كيشعر بالملل وما كيشعرش بحلاوة العبادة باش يجيبها يصلي على النبي الكريم وكيعطي الله حلاوة العبادة ثم يبقى مع المؤمنين والمؤمنات في الصلاة وغير في الاستراحة المؤمن والمؤمنات يقلسوا للذكر والمذاكرة دروس الوعظ والإرشاد إلى غير ذلك جميل أنه يصطحب مع مصحف وسبحة من اللي يسالي من الصلاوات والقيم والرقوع يقرأ المصحف الشاريف إلا تعب من المصحف الشاريف يشد صبحة يذكر الله تعالى لا يضيع لأن كل لحظة فيها أجر وتواب ومن اللي سالي تشكله يرفع دي السماء ويقول لأدعية لأن في هذه الليلة الله تعالى يعطيك ما تريد اللي كان مارض وسقيم العلاج يأتي هذه الليلة بالصحة والشفاء العاجل اللي كان فقير الله يعطيه الغنى والمال الوفير في هذه الليلة المباركة اللي كان متزوج وديما في السراع وخصام في هذه الليلة يعطيهم الله المودة والرحمة اللي كان عازب أو عنده بوار الله تعالى يرفع عنده الموانع ويختار له الأنيس والرفيق والحبيب المبارك اللي ما عنده وليدات الله تعالى يعطيه الحمل القريب اللي عنده أولاد وأشقية ربك يهديهم في هذه الليلة ويطم الصلاح أكثر من الدعاء 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 ولا ننسى الأموات الأموات دينا ما ننسوهمش لأن في القبور دينا ما ديني ديهم ندعي لهم بالرحمة والمغفرة لا بس مش نزورهم في هذه الأيام في المقابر ونحترموا أداب القبور وما أقرت الشريعة الإسلامية من دخل المملكة الأموات سلام عليكم أهل قوم مؤمنين أنتم الصابقون ونحن اللحقون اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم وندوم عن شوي ذي المال ركت جمعتما الفقراء والمساكين لا بأس نصدق عليهم ونوسع الفقراء والمساكين شهر الصيام والقيام والمواسط وهكذا سنكون إن شاء الله تعالى حصلنا على أجر وفير لهذه الليلة حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بعض العلامة أكدوا بأن هذه الليلة فعلا هي السابع والعشرين علماء معاصرين لهم مختصين فيما يسمى بالمنطق الرياضي في القرآن الكريم القرآن الكريم رياضيا كنفسروا به الآيات مثلا سورة القدر عدد آيتها أو عدد كلمتها ثلاثين كلمة إنا أنزلناه في ليلة القدر إذا حسبناها ثلاثين كلمة والشهر في ثلاثين يوم إلى أن قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر كلمة هي هذه زائدة يقول العلماء لو قال رب العزة سلام حتى مطلع الفجر لكان الكلام مستقيما فلماذا ربنا عز وجل حشر كلمة هي في السياق قال لك هي هي رقم 27 سلام هي فهذا أرجح بإذن الله تعالى أسأل الله الكريم أن تقبل منا ومنكم أجمعين اللهم تقبل منا سيام رمضان وقيام لياليه وختم القرآن اللهم وفقنا لقيام العشر الأواخر على الوجه الذي يردك عننا واكتب لنا في ليلة القدر أوفر النصيب واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأحبابنا من النار واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين